اسم الدرس حركة العضلات الوحدة جسم الإنسان الموضوع حركة العضلات الهدف أتعرف كيف تتحرك عضلات جسمي أتنبه وأبحث قمت بمجهود غير عادي في حصة التربية البدنية بماذا أحسست في الغد؟ الإجابة أحسست بألم في عضلات الأطراف والبطن يستريح لعب كرة القدم في فترة ما بين الشوطين الأول والثاني لماذا؟ الإجابة يستريح لعب كرة القدم في فترة ما بين الشوطين الأول والثاني لتجديد النشاط وتزويد الجسم بالماء وحتى لا يرهق أبدانهم بالحركات المتواصلة أرفع جسماً بيد واحدة مع ثاني الزراع أتحسس باليد الأخرى أتحسس باليد الأخرى عضلات العضود الإجابة عند رفع الجسم بيد واحدة مع ثاني الزراع نلاحظ أن عضلات العضود اشتدت وتقلست أفكر أصيبت فرح بكسر في ساقها اليمنى على إثر حركة عنيفة في حصة التربية البدنية فاضطر الطبيب إلى وضع الساق في جبيرة من الجبس لمدة طويلة وبعد إزاحة الجبيرة حضرت حفلاً لأحد أفراد عائلتها وأرادت أن ترقص مع الحاضرين لكنها عجزت عن الرقص بخفة كالعادة لماذا يا ترى؟ أعبر أبين السبب الذي من أجله لم تتمكن فرح من الرقص بخفة كالعادة الإجابة السبب الذي من أجله لم تتمكن فرح من الرقص بخفة كالعادة هو أن الكسر لم يلتئم تماماً أجرب وأتثبت النشاط الأول أقوم بالحركات المبينة بصورتين التاليتين وأتحسس جسمي ما هي العضلات التي تتحرك في كل مرة؟ الإجابة العضلات التي تتحرك عند القيام بالحركات السابقة هي عضلات الأطراف العلوية والسفلية مع عضلات البطن النشاط الثاني أرفع جسماً ثقيلاً بيد اليمنى وأتحسس ذراعي باليسرى أصف الزراع قبل الحركة وبعدها الإجابة نلاحظ أن عضلات الزراع قبل القيام بالحركة كانت طويلة ومرتخية عضلات الزراع عند القيام بالحركة تصبح متصلبة وقصيرة النشاط الثالث أقوم بلف شدقية على الشكل الموضح بالصورة هل أستطيع فتح فمي؟ لماذا؟ الإجابة لا أستطيع فتح فمي لأن شدقية مثبتة بشكل لا يسمح لهما بالحركة استنتج العضلات تتحرك ذاتياً العضلات هي التي تمكننا من الرياضي بخلاف الإنسان العادي يقوم بحركات صعبة بفضل القوية قبل رفع جسم ثقيل تكون العضلات طويلة ومرتخية أثناء رفع الجسم الثقيل تقصر عضلات الوجه الأمامي للزراع فتنتفخ وتصبح صلبة الإجابة العضلات تتحرك ذاتياً العضلات هي التي تمكننا من الحركة الرياضي بخلاف الإنسان العادي يقوم بحركات صعبة بفضل عضلاته القوية قبل رفع جسم ثقيل تكون العضلات طويلة ومرتخية أثناء رفع الجسم الثقيل تقصر عضلة الوجه الأمامي للزراع فتنتفخ وتصبح صلبة النشاط الرابع أتأمل العضلات المغزلية الثلاث الموجودة بالصورة ما هو دور الأجزاء الملونة بالأصفر بالعضلة؟ الإجابة يتمثل دور الأجزاء الملونة بالأصفر في ربط العضلة بالعظام أستنتج تنتهي العضلة المغزلية ب تمكنها من الاتصال بالعظام الإجابة تنتهي العضلة المغزلية بأربطة تمكنها من الاتصال بالعظام أطبق النشاط الأول أتأمل الصورتين التاليتين وأقوم بنفس الحركات ثم أصف العضلات في حالتي الانبساط والانعطاف لوحة الكتف العضلة ذات الثلاثة رؤوس عظم العضد المرفق الساعد الكعبرة الزند العضلة ذات الرأسين لوحة الكتف العضلة ذات الثلاثة رؤوس المرفق الزند الكعبرة العضلة ذات الرأسين الأوتار صورة طرف علوي في حالتي الانعطاف والانبساط الإجابة الملاحظات في حركة الانعطاف تتقلص عضلة الوجه الأمامي للعضد تنتفخ وتقصر وترتخي عضلة الوجه الخلفي وتتمدد في حركة الانبساط تتقلص عضلة الوجه الخلفي للعضد تنتفخ وتقصر وترتخي عضلة الوجه الأمامي وتتمدد أقيم مكتسباتي بعد انتهاء حفل عيد الميلاد لاحظ إدريس أن أخته قلق فضحك ووعدها بأنه سيساعدها على استرجاع نشاطها وخفتها في الرقص كيف سيساعدها على ذلك الإجابة سيساعد إدريس أخته على استرجاع نشاطها وخفتها في الرقص وذلك بإجراء تمارين رياضية وتدليك عضلة الساق لتجديد نشاطها وإعادة الترابط بينها وبين العظام أثري معلوماتي كتلة العضلات تمثل نصف كتلة جسم الإنسان منها خمسان اثنان على خمسة عضلات هيكلية متصلة بالهيكل العظمي وعشر واحد على عشرة عضلات لا إرادية العضلات الملساء والقلب أبحث ماذا أعرف عن مرض الشلال؟ ماذا أعرف عن مرض الكزاز؟ ترجمة نانسي قنقر شكرا